مبروك الأهلي إلى نهاية دورة أبطال أفريقيا شفت إزاي التأهل بظروف ماتشنبرح مبروك طبعا ماتش يعني بطولة محببة طبعا للنادي والأهلوية والجهاز واللعيبة بس أنا شفت الماتش عارف هني رتمه كان كويس جدا خصوصا أول تلت ساعة يعني لو جينا بصينا على أول 20 دقيقة كده واخدناهم بس كده من جوة الماتش هتلاقي الرتم كان كويس جدا كان عالي جدا السولية كان قريب جدا في الحتة الهجمية على طول عدل قادر كان ليه شغل كويس تاو شفنا في الوقت دوت وبعدين الرتم قال بسبب موضوع الجون لما وقع كذا مرة مرتين ثلاثة في العشرين دي في الرتم بتاع النادي الأهلي قال شوية لكن الشوت الأولينا شويفه هايل اشتغلوا كويس جدا خصوصا كمان كان عندك كوكا وأكرم كانوا عاملين شغلوا كويس جدا أفلين وعملين حماية لخط الظهر بتاعنا معلول أنا شفته برضو كان عادة يعني أنت مفتاح مهم جدا يعني الأمور كلها كانت إيجابية الجون بس اللي جيه وما تحسبش أظن كان هيبقى فيه مشكلة لو تحسب لان احنا كنا في الوقت دوت كان اللعيبة معظمها تعب اتأخر شوية في الجنب البدني لكن في المجمل طبعا مبروك للأهلوية طبعا ان شاء الله وانا اممكن كنت معاك هنا من فترة ولتلك ان شاء الله البذورة دي بساعة الأهلوية نقطة سلبية الهدف تحولت لنقطة ايجابية ان هي فوقت اللعيبة مرة تانية فاتسجلت التلاتة جوال للأهل كابتن أمير التعريف طبعا هاني المشاطة الحاسمة لزي دي في بيئة لها نقطة التحول سواء انقاذ من حارس مرمى سواء قرار من حكم طبعا قرار كان مهم جدا كان كويس جدا ان راح للفار وعمل تشيك وكانت هندبول وتاني حاجة نقطة التحول برضو كرة اكرم توفيق اللي من على خط المرمى دي برضو نقطة التحول طبعا فبتيحصل كرة فيها متغيرات دايما فانا شايف ان النادي الاهلي نوعا ما كان زي ما كابتن أحمد قال ان هو بيلعب من اول دي الاخر دي واللعبة عارفة يعني ايه بطولة يعني اين هائي ويعني ايه بطولة يعني محببة الجمهير النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي بطولة قوي جدا وممكن الحمد لله الواحد كان ليه نصيب ان احنا نشارك فيها مع النادي الاهلي وعارف يعني يتلعب بالشامبينز ليك افريكي وصعوبات وفرق قوية وفي حاجات بتمر بيها وخلي بالك برضو انت كان عندك المطش اللي هناك كان المطش صعب وجوي كان صعب جدا فتعدلت يعني صفر صفر وكانت ممكن هنا وارد يبقى واحد واحد وتخش في المتاهات تانية والجول اللي جيه وتحسب هاند بول فانا شايف ان يعني بقول اللعبة كترجالة كل اللعبة كتقدت بشكل كويس حتى التغييرات اللي عملها مستر الكولر مختلف شوية عن مطش الزمالك كم مطش الزمالك بدأ بتشكيل ما كناش نتوقع خلص التشكيل اللي هو بدأ لأسباب يعني نفسية نفسية وفنية نفسية زي واحد زي كهرباء لازم يكون موجود يعني دي كده كان بلعف نادي الزمالك واحرص اهدف نادي الزمالك في نفس الوقت كان كهرباء ولا وسام انا شايف ان الكهرباء في الحتة بتاعة البوكس دي بيعفي جيب جول كويس قوي لكن وسام متحرك بشكل كبير خلي بالك وسام مبارح هو عمل موجود كبير جدا ولكن هو ما كانش موفق او ما كانش بيوصل له تمريرات ليه كتير فكان بيعمل موجود كبير جدا ولكن هو ضايع برضو فرص وضيع فرص هناك في المطش اللي هناك ولكن ده طبيعي انك انت فروت طبيعيا كنت تضيع وطبيعيا كنت هجيبه اجوال مشوفنا فيلافيو قبل كده شوفنا اعظار وكان موجود قبل كده وكان بيضيع وجب اهداف كتير جدا فانا شايف ان وسام برضو يعني قبل الجول بيحاول ولكن ما كانش احسن حاجة الجول فوقه وخلي بالك كمان وابتل انت قناعتك انه لو على مستوى الترتيب فكهرباء ثم وسام كهرباء وممكن في حاجة تانية انت ممكن توظف كهرباء في الحتة جناح مكانه الاساسي الاساسي جناح لكن انت عندك وسام اعتقد ان وسام في الحتة دي هيبقى رقم واحد مكافح وخلي بالك الكرة عمالها صعبة جدا القرار صعب جدا جدا لو خدت بالك يا رجله احمد كان متعور في رجالي اتنين وده طبعا عزيمة لي بلعب في النادي الاهلي ورجل فلسطيني ورجل يعني ايه فدائي زي ما نقول يعني فتحسب له وشاف اللعبة كلها قدت بشكل كويس